العراق بصدد استرداد قطعتين أثريتين عمرهما أكثر من ألفين عام قبل الميلاد هذا ما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف الذي قال إن استعادة القطعتين الأثريتين تم بعمل دبلوماسي نظمته القنصلية العراقية في لوس أنجلوس بالتعاون مع المكتب الوطني للتحقيقات الأمريكي القطعتين الأثريتين تمثلتا بلوح مسماري يعود إلى مدينة أور والثاني جزء من منشور مسماري نادر جدا يعود إلى مدينة بابل القديمة أهميتهما تتمثل في أنهما الوحيدتان في العالم واستختمتا كأداة تعليم نادرة استعادة اللوحين وصفهم الصحاف بالإنجاز مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية صادرتهما ضمن جهود ملاحقة الإتجار غير المشروع بالآثار العراقية بغرض إعادتهما إلى العراق موطينهما الأصلي ومراسم تسليم اللوح والمنشور المسماري ستجري في مبنى القنصلية العراقية في لوس أنجلس في العشرين من الشهر الحالي وفيما يستعد العراق لاستعادة قسم من آثاره أعلنت وزارة الثقافة عن اكتشافات جديدة في موقع الزندان الأثري في قضاء المقدادية بمحافظة ديالا حسب مدير عام التحريات والتنقيبات فيها عليش الغم فيما مفتش أثار ديالا أحمد عبد الجبار أعلن تفاصيل الكشف الأخير والذي يتضمن 16 برجا وأواوين ومواقع دفاعية تضمنتها تلك الأبراج كما عثر على جرار وأوان فخارية وحلي ومسكوكات